آلاف الألغام انتزعت وكميات كبيرة أطلفت وما زالت الألغام خطراً يهدد حاضر اليمنيين ومستقبلهم الحديدة مثلاً المحافظة التي شهدت أكبر موجات النزوح قتل وأصيب المئات فيها جراء إصابتهم بالألغام التي تزرعها الميليشيا في المزارع وقرب منازل المدنيين والطرق الفرعية لمنع تقدم الجيش ما يجعل كل الجهود المبذولة لإزالة الألغام غير كافية أمام ما تصفه المصادر الطبية هناك بمسلسل من الموت لا يتوقف تعز أيضاً التي تقل تصريحات وزارة حقوق الإنسان عنها إنها أكثر المحافظات تضرراً من الألغام قتل فيها قرابة أربعمائة وستة عشر مدنياً كل المدني وعلى امتداد البلاد يواجه الساكنون فيها ذات الخطر فبحسب آخر حصيلة لوزارة حقوق الإنسان وصل عدد قتل الألغام المدنيين إلى قرابة ألف قتيلاً فضلاً عن المصابين النساء والأطفال هم معظم الضحايا بين قتل ومصابين بإعاقات دائمة وجروح متفاوتة بحسب الإحصاءات مأساة المواطنين هذا تتضاعف بسبب ضعف القطاع الصحي وعجز معظمهم عن دفع تكاليف العلاج أو النقل للوصول إلى المرافق القليلة التي تقدم الرعاية المخصصة لهم في ظل استمرار الميليشيا الحوثية في زرع المزيد من الألغام بشكل عشوائي ودون خرائف